أقرأ عليكم من كتابي المبسوط في فقه الإمامية للطوسي مؤسس المذهب الطوسي اللعين هكذا يقول الطوسي وكنت على قديم الوقت وحديثه يعني على طول الخط متشوقا نفسي إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك يشتمل على أي شيء يشتمل على تفريع المسائل مثل ما يجري في كتبي ومناهج المخالفين لأنه تحدث عن هذا في المقدمة تحدث عن أن المخالفين ينتقدون كتبنا في زمانه في الزمن القديم حينما كانت الكتب لا تشتمل إلا على أحاديث أهل البيت الطوسي يقول إنني أريد أن أؤلف كما يؤلف نواصب سقيفة بني ساعد وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوقا نفسي إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه الشيعة لا يريدون هذا وهذا منع للوالدين راكض ورانا إلى أن صقتنا طايا حظ أنت شتريدي من الشيعة منح الوالدين تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه ما نريد؟ نحن نريد كتب أمتنا منح الوالدين بس بعدين سواه أسس مذهب وأسس حفزة أو طيح حظ الشيعة من ذاك اليوم من هذا اليوم وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه في هذا المنهج وهذه الطريقة وترك عنايتهم به لأنهم ألف الأخبار أية أخبار؟ إنها أحاديث الأئمة ابن الكلب شتريد بن عدنة؟ أحاديث الأئمة في الزيارة الجامعة الكبيرة هكذا نخاطبهم كلامكم نور لا يحتاج إلى إضافات أخرى منعوا الوالدين شتريد من عدنة أنت؟ لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ يعني أن كلام الأئمة واضح لماذا تريد أن تعقده أن؟ الأهم الرسائل العملية الشيعة لا ينتفعون منها يقرؤونها ولا يفهمونها لأنهم ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظ حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم اللفظ المعتاد هو لفظ الأئمة أنت ليش تريد أن تغيره؟ ابن القندرة ليش تريد أن تغيره؟ حتى أن مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم تعجبوا منها وقصر فهمهم عنها والله لا يقصر فهمهم بس انتفت كلب ابن كلب ومطي ودم أخصص وعملت بينا عمل سود عرفتم من أين جاءت المشكلة؟